كشف سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن نظام ترخيص البنايات أصدر 1245 ترخيص بناء خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 بما يعكس مقدار النمو في إصدار رخص البناء وتشجيع المشاريع الاستثمارية وأكد المبارك أن نظام بنايات أسهمة في تسريع إصدار الرخص منذ تجشينه موضحا حرص الحكومة على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة حيث أن النظام قادر على تسريع واتيرة العمل بنسبة كبيرة حيث يتم إصدار الترخيص في مدة أقصاها خمسة أيام مضيفا أن النظام يقوم على أساس منظومة إلكترونية متطورة ودليل موحد لاشتراطات البناء بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في عملية إصدار الترخيص من خلال إسناد طلبات رخص البناء إلى المكاتب الهندسية المعتمدة ترجمة نانسي قنع